شام كل عام انت بخير والنهالدة كان فيه اجتماع على مستوى المحافظات لحزب النور على مستوى محافظة الجيزة وكان يعني نشط ومليء بالحوارات الشيقة وكنت اريد بس اعرف انا عرف لحضرتك مشهول لكن كنت اريد بس اعرف ماذا مذا امكانيات امكانية الحزب من ناحية المصيف اي عijuana التمويل بمعنى اصح اللهم هيك الحمد لله بعد الحمد لله محط لالله احنا الحمد لله ما عندناش اي مصادر للتمويل غير جهود الازتية يعني كما ترى فيته ارن اه الحمد لله ليست لنا اي مصادر للتمويل سوى الاعتماد على الجهود الازتية من اعتمد الحمد لله على ما نستطيع ان نقدمه لدعم الحزب التمويل على تس weighethe الطبورات انا ارى معظم الطيرات السلفية او الاخوة يعني حالتهم المادية يعني لا تسمح بالطبارات الكافية فما هو هل هيكون فيه مصادر اخرى الى الان ما عندناش مصادر اخرى كلا اللهم لك الحمد والشك يا رب عندنا مموعة من المشروعات العملاقة لو لان الناس اللي تقرأت تتبناها وتقوم عليها هيبقى فيه مصادر داخل جيدة جدا للحزم استمعت في الجلسة النهاردة اللي حضرتك تعمل بعض المؤسسات الخيرية ممكن اخذ نبزة عنه ان شاء الله تعالى احنا افطلقنا ان احنا نعمل بعض الاعمال الخيرية والاجتماعية بشكل قوي على مستوى المحافظات كلها مش جيدة بس احنا ان شاء الله متبانين فكرة الاحساس بالمواطن المصري وحل مشاكله بشكل كامل هنحاول يبقى ندور ان شاء الله في حل مشاكل الفقر والبطالة والمرض والجهل وبنحاول احنا ان شاء الله من خلال عمل اللجانة المركزية واللجانة النوعية نحنا نعالج المشاكل اللي موجودة كان فيه النهاردة اجتماع مع حزب الوسط ماذا دار بينكم والله هو مجرد اجتماع لقاء ودي يعني مش الوقتي لسه مش حادر اتكلم عن اي حاجة الوقت ان شاء الله لسه لم اعود مع القيادات ان شاء الله ونتكلم في كلام اللي طرح علينا ان شاء الله هل في بعض الاحزاب حضراتك بتنصك معهم احنا فتحين صدرنا للجميع لكن مبيش اي قارات بنتخذها خالص الوقت الحالي احنا بندلس كل القارات المطروحة وكل العروض المطروحة علاقتكم بالاحزاب اللي غير الاسلامية او اللي برارية او يعني الطالة اللي حضراتك تعالف مفيش بيننا خلاف مع حد غير اللي عايز يبقاله خلاف معنا احنا بنسمع الناس كلها لنا ودنين وبنسمع الناس كلها مختلفش مع حد ودائما نقول للناس خلي فينه اتشتراك بيننا اللي بنختلف فيه نطرحه جانبا واللي متفقين عليه نكمل سوا عليه ان شاء الله يعني الحزب عنده صداد مع التعاون مع جميع القوة السياسية في مصر ده مش قراري لا يعني مفيش صورة عامة لا القدام مش قراري ده قرار الحزب وما بدرش اتكلم نيابة عن الحزب في مسائل زي كان يعني مسائل التعاون مبدأ التعاون مبدأ قائل مفيش خلاف عليه لكن عشان نقنينه ونصفر المساحة شوية ده ما بقتش بتاعتي ده بتاعت بقى الهيئة العليا وان رحي الله فرض واحد فيه معظم الطائرات متخوفين من الاسلاميين من اقصاء الطائرات الاخرى فهل ده موجود اقصاء يعني هل التخوف دوت لهم مبرات فيه زي بالظبط لما كانوا خايفين من قطع يودان ورش بمية النار والكلام ده كله فاحنا يعني منقول ان الكلام ده كله شك انه من الاباطيل ودائما للأسف الشديد اهل الباطل دائما يرمون اهل الحق من فعل هذا بقاليهتنا انه لي من الظالمين فسيدنا ابراهيم هو لي من الظالمين حزب النور كان ليه يعني حشد شديد في جمعة الشريعة وانا راصد هذا من يوم الخميس ليلة الجمعة وحضرتك وتبتقول المسيرة وانا مسجلها وكان حجمي شديد فهل عندكم قدرة في حالة نجاح الحزب بإدارة البلاد إدارة جيدة ان شاء الله تعالى هذا ما نأمله واحنا نتوكل على الله عز وجل في الدقيق والجليل وده اماننا في الله سبحانه وتعالى الحمد لله عندنا الكوادر وعندنا ناس مؤهلة تماما وإحنا مؤمنين بالتخصص يعني مؤمنين بان التخصص كل واحد تحط في مكانه على كرسيه اعتقد ده اول طريق النجاح ان شاء الله تعالى بإذن الله شاء الله بكت يقين بتشكر حضرتك وانا عارف حضرتك منتظر صلاة المغرب ومرهق من الاجتماع ولكن على وعد لنا لقاء الآخر سنأخذ خطوات الحزب خطوة خطوة ان شاء الله الله لكم واجزاكم الله خير شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا